تسلسل سردية الدمار في العراق منذ 16 عاماً وحتى اليوم تبدو كسلسلة يمسك بعضها بعضاً ويحيل إلى الهدف المتواري للغزو وهو تدمير العراق استهلت القوات الأمريكية سفر تدمير العراق بقصف طال منشآت حيوية ومصانع ومباني خدمية طوال الحرب لتبدأ بعدها مرحلة أخرى من الإفناء الممنهج لمدن بأكملها كانت أولاها الفلوجة بحربيها الشهيرتين حينما أجبرت القوات الغازية أول مرة على الانسحاب من المدينة لتعيد الكرة ثانية لكن بتدمير كبير أصاب أحياء الفلوجة نهاية 2004 استنسخ الأمر على مرات عدة بصورة أقل بحملات عسكرية قادتها القوات الأمريكية والحكومية لاستهداف مدن بعينها بذريعة واحدة وهي الحرب على الإرهاب تلك الذريعة وجدت صداها الأكبر خلال السنوات القليلة الماضية بدمار وصف بأنه الأكبر بعد الحرب العالمية الثانية أصاب مدينة الموصل عقب تسعة أشهر من حرب ضروس بين القوات الحكومية والميليشيات من الأرض ودعم جوي أمريكي وبين تنظيم الدولة فتورة الحرب في الموصل كانت باهظة الثمن فقد أكد مجلس محافظة نينوى أن نسبة الدمار في الجانب الأيمن فقط بلغت 85% بالإضافة لدمار جميع جسور المدينة وجميع مستشفياتها حتى باتت أجزاء كبيرة من المدينة غير صالحة للعيش دائرة الدمار شملت مدينة الرمادي أيضا بـ 80% من أحيائها بحسب مجلس محافظة الأنبار بعد قصف جوي مكثف وعمليات عسكرية استغرقت قرابة السنتين من دمر الفلوجة عاد إليها مجددا لكن من الطائرات وأوكلت مهمة إهلاك الأرض للقوات الحكومية والميليشيات بدمار وصل إلى 20% وشبه انهيار كامل بالبونة التحتية ثم كرر الأمر في مناطق من ديالة وصلاح الدينة وكركوك بذات الأيدي ونفس الذرائع وإن اختلفت الأزمنة ترجمة نانسي قنقر